إذا سمعت رئيس الدولة قال لن نقبله معنى يا راوي يقبل على اللخر كما بالضبط في موضوع المهاجرين قال لن نقبله أن تصبح تونس مستودع للمهاجرين ياخي لامبادوزا وليت منطقة سياحية وتونس وليت مستودع للمهاجرين كيف كيف البارح 3 سبتمبر 2024 قال لن نقبله بالتدخل في الشأن الانتخابي والانتخابات رهي شأن داخلي ولل التدخل الأجنبي ياخي في الليل فرنس فاندكات عجبت هيئة الانتخابات والمتحدث باسم هيئة الانتخابات فرش الغسيل متاع الإشكالية اللي صايرة نصب مع بعضنا ومبعد نارش معي في هذا السياق مشاهدين الكرام من تونس العاصم قادي ليداري وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتقادات بالجملة لقرار هيئة الانتخابات وعدم فهم لأسباب موصفة بإقصاء ثلاثة مرشحين من انتخابات الرئاسة وذلك رغم حكم قضائي لفائدتهم ماذا عن ذلك؟ استسمحك فقط وعفوا على المقاطعة المحكمة الإدارية تقول من جهتها أن أبلغت نسخ الأحكام لهيئة الانتخابات وآخرون يتساءلون هل عجلت هيئة الانتخابات بشكل مقصود موعد أعلانها عن القائمة النهائية لمرشحية الرئاسة لإصدار قرار وصفه هذا اليوم اتحاد الشغل بأنه تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي خاصة أنه وفق القانون أو الرزنام لديكم مهلاء حتى منتصف ليل الثلاثاء إذن كما شفتوا هيئة الانتخابات تلتجأ للأعلم الفرنسي وتحكي لهم على الشأن الانتخابي التونسي الداخلي الله أعلم معناها وما أنصار السلطة توقال وأحنا ديكتاتورية وتخروننا فيه متباعة معاش نستغربوا شي يعني تنجم تكون فرنسا ما هيش دولة أجنبية معناها الشأن داخلي تونس وفرنسا كما إيطاليا زادت نجم تكون معناها راحة الشعب الإيطالي النجم يكون زادت شأن داخلي وإحنا نفهمين بغالط نستنعوا المفسرين ونستنعوا الأمثار متاع السلطة الحالية باش يفهمونا وزادت كان ما يحبوش يفهمونا بتبعاتنا نخرأولهم فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته